الكلام اللي بييجي دايما من شغل حضرتك والناس اللي بيشتهلوا معاك انه في شغل على الارض يعني انا دايما عندنا مناصب شرفية كده او بنخليه احنا مناصب شرفية انت بخلي المنصب ده في شغل كبير جدا وفي شغل كتير جدا الحمد لله يعني لحد عصانا في مكان بش بخدمش نادي معاينة بخدم مصر كلها صح عنديت مصر كلها صح بس ف ايه الملف ايه الملف يا كابتن علاء اللي انت اول ما دخلت قلت لا الملف ده هنمسيكم من اول و الاخر لحد ما نخلص نا عندنا كان مشكلة كبيرة في موضوع الرخص رخص تدريبية للمدربين والرخص اللي كانت بتحتاجة المدربين في الدول العربية بيش عارفين يشتغلوا عشان معهمش رخص ايوة بالاضافة الى المدربين موجودين في مصر برضو كان عندهمش رخص كانتوقفة بقالة فترة طويلة لكن طبعا يعني لما انا اعدت اول ما اعدت مع الاساس جمال علام قلتولوا نهتم بالملف ده لان دول امانة في رقبتنا ولازم نهتم بيهم وفعلا حصل لما رحت الاتحاد الافريق وقعدت اكتر من مرة مع الناس هناك وعملنا يعني لغاية شهر اتناشر عملنا حوالي حنعمل عملنا وهنعمل لغاية التوتل كله حوالي اتناشر دورة سي وتمانية بيه وتلاتة ايه والاول مرة حتتعامل في شهر اتناشر المصار السريع اللي هي بتجمع السي والبيه مع بعض دي ليها مواصفات معينة لعيبة اللي هو الدولية وليها بالتحادة معينة من ممارات الدولية وخلية بطولات ما عندي ايتها هو المنتخب تمام اهتمام بالكرة النسائية ده اللي اكتشفته جديد الاتحاد دول مهتم جدا بالكرة النسائية عملنا دورة لستين مدربة يعني دي الاتحاد الافريق تكافل بيها بالكامل يعني لازم برضو المدربة يعني يبقى فيه ثقافة تعلموا يعني ويتعلموا دي مش كلمة عيبة يعني تعلموا كلها يعني تعلموا كلها وكان هدف اللي أنا غير المحتوى بتاع الدورة نفسها ايوه يعني فيه متجددات فيه الكرة وفيه تطورات الكرة داته ما بقاشي زي زمان اللي هي يعني الافرلاب لا خلط فيه حاجات كديدة لازم مدرب يعرفها بيش تاكتك بس المدرب اللي يطلع يتكلم يتكلم يقول ايه يتكلم امتى ما تكلمش امتى اه النهاردة عندك الوقت الضايع اللي النهاردة بقى بيتاخد فيه بطولات بالعشر ديئة و الاثنشر ديئة امم ازاي تقدر الاثنشر ديئة تتعامل معاها في ظروفك انت ككسبان او خسران ازاي انت في اثنشر ديئة دي ايه تاخد الباور اللي انت تكسب او تتعادل امم او ازاي وانت كسبان تقدر تحافظ على المكسب امم شغل مدربين شغل بروفيشنال عالي تفاصيل يعني تفاصيل اه وحتى الاعلامية ازاي ازاي انت كمدير فني خارج مغلوب وزعلان تقدر تقول ايه في المؤتمر صاحب ما تقولش ايه اللي فيه لازم تخسر كتير اوي اوي من اسلوب الكلام بتاعها تمام اه يعني فالمحتوى نفسه كنت مهتمة بيه جدا فتحت باب الترشيح للمحاضرين جداد اللي هم يخشوا الناس اللي عندها علم وعندها يخشوا جديد والتحادل الافريقية التفى معاه له هاي جبني الناس تقايم الناس يتخش اه تدرس يعني تقايم كل واحد يدرس في الرخصة سي بي ايه تمام حسب دراسته حسب الامتاعات اللي يخش فيها تمام ده الملف بتاع المدربين تمام والحمد الله يعني ماشيين فيه كويس والملف التاني طبعا اللي كنت مهتم بيه جدا الناشئين رجوك الناشئين احنا عندنا يعني عندنا مواهب كبيرة قوي واعداد كبيرة جدا لكن في حاجات بخلي الموضوع ممكن يبوز منها حلو